بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم عزائي الطلبة طلبة سنة اولى ثانوي اليوم شاء الله رح نكمل حل سلسلة التمارين حول المقادير المولية اذا هذه هي السلسلة اذا سلسلة التمارين هذه هي نبدأ بالتمرين الاول اذا التمرين اول نعتبر كتلة كتلة من الماء النقي قدرها تساوي 1.8 جرام اولا ما هو عدد المولات التي تحتوي عليها هذه الكمية من المادة ثانيا ما هو عدد الجزئات الموجودة بهذه الكمية ثالثا ما هو الحجم الذي تشغله هذه الكمية عندما تتحول الى بخار في الشرطين النظاميين واعطيت لكم بعض المعطيات يعني كتلة المولية الذرية للهيدروجين والاكسيجين اذا نبدأ بالسؤال الاول اذا احنا اعطى لنا كتلة الماء النقي وهي ام تساوي 1.8 جرام والمطلوب هو حساب عدد المولات معدها كمية المادة التي تحتوي عليها هذه الكمية اذا هذا السؤال الاول طبعا احنا عدد المولات نعرف القانون اللي هو ان تساوي يعني كتلة العينة على الكتلة المولية للمادة طبعا الكتلة المولية نقدر نحسبها كتلة المولية تشكن تعلمه تساوي 2 في الكتلة المولية على الهيدروجين معدها 2 في 1 زائد الكتلة المولية للأكسيجين اللي هي 16 نلقاوها 18 جرام بامول اذا هذه الكتلة المولية نعوضها اللي هنا ونحسبه كمية المادة للماء اذا تساوي الكتلة اللي هي 1.8 على 18 جرام بامول للماء تتلع إلى الفوق م главное تقول إلينا كمية المادة بالمول اذا سوف نلقاوها 0.1 مول اذا هذه هي كمية المادة السؤال الثاني ما هو عدد الجزئات إذن ما هو عدد الجزيئات الموجودة بهذه الكمية إذن ما هو عدد الجزيئات الموجودة بهذه الكمية إذن ثانيا حساب عدد الجزيئات الموجودة بهذه الكمية معانتها نفس كمية المادة طبعا عدد الجزيئات نعافو باش نحسبوها لازم رحيم تألقى بعدد أفو قادرو عدد أفو قادرو اللي نرمزه بالرمز نا ويقدر بستفاصل سفر ثلاثة وعشرين في عشرة أس ثلاثة وعشرين إذن باش نحسب عدد الجزيئات رح نعرفه قبل عدد أفو قادرو قلنا هو عدد الذرات أو عدد الجزيئات الموجود في واحد مول من الجزيئات أو من الذرات معنى أن واحد مول من أي ذرة من أي جزيئة يقابلها دائما عدد أفو قادرو اللي هو أن هنا رح نستعمل القاعدة الثلاثية أنا عندي كمية المادة هي صفر فاصل واحد مول إذن شحال عندي عدد الجزيئات نربز لها بالرمز أن وبالتالي نلقى أن تساوي صفر فاصل واحد مضروبة في عدد أفو قادرو وعنى القيمة التاعو معنى صفر فاصل واحد في ستة فاصل صفر ثلاثة وعشرين في عشر أس ثلاثة وعشرين طبعا هذه قيمة ثابتة لعادة أفو قادرو أنا درت أشرحتها في الدرس السابق إذن نلقى عدد الجزيئات أن تساوي ستة فاصل صفر ثلاثة وعشرين في عشر أس ثلاثة وعشرين جزيئة إذن هذه هي الإجابة للسؤال الثاني السؤال الثالث ما هو الحجم السؤال الثلاثة ما هو الحجم الذي تشغله هذه الكمية عندما تتحول إلى بوخار في الشرطين النظاميين طبعا هنا يلمى لما يتحول إلى بوخار معندها ما نقدرش نطبق ما هوش نفس يعني القانون يحين ستعمله لماذا؟ لأنه طلب مننا الحجم والحجم راح نلقاوه في كمية المادة للغاز تساوي حجم الغاز على الحجم المولي يعني V مولي إذن حساب حساب الحجم الذي الحجم الذي تشغله تشغله هذه الكمية طبعا في حالة عندما تتحول عندما تتحول إلى ماذا؟ إلى بوخار قلنا نستعمله قانون كمية المادة للغازات إذن لدينا إذن لدينا N ماذا تساوي كمية المادة؟ كمية المادة N تساوي V غاز سور V مولي إذن V غاز على الحجم المولي اللي هو V M إذن طبعا هنا طلب مننا حساب الحجم معندها الحجم V غاز تساوي N في V M تشكون هو الغاز هذا؟ طبعا هو بوخار الماء يعني V H 2 لما يكون H 2 عبارة عن بوخار إذن الحجم ماذا تساوي؟ كمية المادة راهي عندنا هي 0.1 طبعا ما ننسوش أنه الحجم المولي في الشروط النظامية لما يقول لكم في الشروط النظامية معندها درجة الحرارة هي 0 سيسيوس والضغط هو 1 أتموسفير معناه الحجم المولي هو 22.4 إذن 22.4 لتخ بغمود إذن نجد أن حجم بوخار الماء هو 2.24 لتخ إذن لما يقول لكم الشروط النظامية دائما قلنا درجة الحرارة هي 0 سيسيوس يعني 0 سيسيوس درجة مئوية والضغط هو 1 أتموسفير في هذه الحالة فإن الحجم المولي دائما يكون مساويا إلى 22.4 لتخ بغمود وبالتالي نعوض ونرقينا حجم البوخار إذن هذا بالنسبة الثمين أول راح نكملكم تماما أخرى في حساس مقبلة إن شاء الله إذن إلى حسة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر